ازاي يجيب الاشخاص المحظورة في تطبيق سريدز ده موضوع حلقتنا النهاردة فاتبع معايا الفيديو للنهاية السلام عليكم اهلا بكم في قناتي قناتي اسمين عشر نهاردة كده هقولك ازاي نوصل لمكان الاشخاص المحظورة في تطبيق سريدز ياريت قبل ما ابدأ شرح النهاردة تعمل لايك الفيديو ده لقال ما تشوف قناتي تعمل اشتراك في القناة واسيب لك قيمة تشغيل سريدز في تعليق مسبت بتضغط عليها وتشوف الفيديوهات يمكن تكون محتاج فيديو من الفيديوهات دي يلا بينا على الشرح يلا بينا هروح كده مع بعض على تطبيق سريدز بفتحه بالشكل ده ومن هنا ببدأ احذر اي شخص انا عاوزة ان انا احذره بضغط على الشخص كده ومن هنا بضغط على الثلاث نقاط الاعلى ومن هنا بلاقي كلمة حاضر بضغط عليه يعني انت زي تحذر الشخص ده بضغط على الحساب ومن ثلاث نقاط بعمل حاضر من هنا بضغط على حاضر بأكد الحاضر هنا تم الحاضر بضغط على كلمة موفق من هنا ببدأ ان انا ارجع كده واروح على الملف الشخصي طبعا من العلامة دي بضغط عليه من هنا بتفتح معايا بالشكل ده ومن الثلاث شرعة الاعلى دول بضغط عليه لما بتضغط عليها بجلب قيمة الاعداد بالشكل ده بضغط على حاجة اسمها الخصوصية وبختر لما ببدأ ان انا انزل بلاقي حاجة اسمها محظورة وبضغط عليه من كلمة محظورة ببدأ ان انا يتفتح لطبعا الحسابات المحظورة ومن هنا بلاقي الحساب محظور اهو زي ما انت شايفين ببدأ ان انا اضغط على الغاء الحذر بضغط على الغاء الحذر وهنا هل تريد الغاء حذر بضغط على الغاء الحذر من هنا بقول لي جاري إلغاء الحذر ومن هنا لم تقم بحذر احد يبقى هنا كده خلاص آآ وردتك المكان اللي انت المحذورين في تطبيق سريدز وكمان عملنا إلغاء حذر لشخص في سريدز عندك اي سؤال او استفسار اكتب لي في التعليقات انا برد على كل التعليقات اشوفك على خير الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته